الشبهة الأولى اللي بيوردوها عشان يصدوا بها الناس عن دعوة التوحيد وبواجه بها دعاة التوحيد أقول لك يا مولانا إنتو أسهي بتتكلموا في التوحيد الناس دي كلها موحدة الناس الجامعة دي كلهم موحدين إنتو يا أخي بتتكلموا في موضوع يغيزوا العارف الموضوع ده كيف ودي بواجه بها كثير من الدعاة أول ما تجد كيف يقول لك دعاة تتكلم في شنو كان قلت لهم دعاة تتكلم في الطهارة يقول لك تفضل في الصلاة يقول لك تفضل والله دعاة تتكلم في بر الوالدين تفضل دعاة تتكلم في شنو في التوحيد لا 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 الناس دي كلها موحدة والناس دي جماعة يتكلموا لهم في الطهارة والصلاة وفي الوضو الجواب يا جماعة على الشبهة دي إن الزول الموحد بذكروا بالتوحيد الزول الموحد ذاته شنو بذكروا بالتوحيد بقول الله تعالى فاعلم دي آية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم دي سورة محمد الآية الثانية رب العز والجلال قال في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله يعني أول شيء ثبت لهم شنو الإيمان أتاني أمرهم بشنو بلإيمان والآية الثالثة في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلموا بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات يا أيها الذين آمنوا عفوا هناك يا أيها النبي يعني يعني هجاة مؤمنة ومهاجرة وبعد ديتة امتحنة في شنو في الإيمان والله أثبت لها الإيمان في البداية عشان كذي حتى الرسل الله سبحانه وتعالى قال وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشِرِكْ بِيْهِ شيئاً وطهِّر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذِّن في الناس بالحج ده إبراهيم ده إمام الحنفاء وده أبو الأنبياء وأن الله سبحانه وتعالى قال عن موسى عليه السلام يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا وإذا التوحيد فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فديل جماعة الأنبياء والرسل الله بدعون للتوحيد وهم أهل التوحيد وألا بأمور اتبرأ من الشرك وهو يعلم أنهم بريؤون من الشرك قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وألا نزل عليه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت قال ليه لئن أشركت منه الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أنه لئن يشرك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فده يماع شبه واهية جدا ما يقول لك نحن موحدين ما تكلمنا في التوحيد ذكر فإن الذكرى تنفع وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ما مؤمن بإسمع القرآن ده والذكرى والتوحيد إلا بإنتفع بنص القرآن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الصحابة في صيح البخاري ومسلم من رواية أبي بكر الثقف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى قال الإشراك وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلت قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت والرسول عليه الصلاة والسلام في صيح البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن قال الشرك والسحر وقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكلوا الربا وأكلوا مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذ المحصنات المؤمنات الغافلات وكما قال صلى الله عليه وسلم فالزول يذكروا بعدين جماعة النازل بيقولوا الناس دي موحدة ذكرون بالطهارة والصلاة الناس دي برضو ما مطهرة يعني ان الزول دخل الجامع متوضي ولا ما متوضي هو متوضي كذب الراحة كذبوا ما متوضي يعني زي ولك هو متوضي لكن برضو يذكروا بالوضو أنا هنقول لهم موحدة برضو يذكروا بشنو بالتوحيد ما هنفطي تشغل